امتنان جماهين النادي الاهلي ليكم ان انتم قدرتوا تجاهزوا مودست بشكل رائع جدا عشان الاخبار اللي جايانا النهاردة انه بدنيا في مران النادي الاهلي كان جاهز مية في المية احكيلي فترة الاعداد وازاي اصلا مودست اختار فريقكم او ناديكم انه يجري معها عملية الاعداد بما انه كان لعب في ري وما لوش نادي نعم بكل تأكيد انا اعتقد واتذكر اننا تقابلنا في شهر اغسطس الماضي وتحدثنا سويا واتى الينا في اجتماع في المكتب في فورتونة كون وجلسنا سويا وتحدثنا عما اذا كان من الامكان ان ينضم الى الفريق ويبدأ التمرين والتدريب معنا في مرحلة اعداد لكي يحافظ على نفسه من ناحية البدنية ومن ناحية الزهنية والاحتكاك وممارسة اللعب لانه كان هناك وقت ما بين خروجي من بروسيا دورتومونت الى هذا التوقيت حتى شهر اغسطس وفعلا بالفعل اتفقنا وتحدثنا وانضم الى الفريق مع فورتونة كون وبدأ فعلا بالفعل بالتدريب وبدأ في تحضير نفسه من ناحية البدنية طيب هل انتوا كنتوا فكرتوا في اي لحظة من اللحظات انكم تتعقدوا معان ويكمل مع الفريق ولا هي فقط كاية فترة اعداد ليه هو شخصيا لا هذا صعب جدا لاننا فريق صغير فريق اقليمي في الدرجة الرابعة في المانيا وهذا صعب جدا بانه فكر في تقديم عرض لمودست مودست يطمح بكل تأكيد للانضمام لفرق كبيرة هذا لاعب ممتاز ولاعب رائع جدا وانضم للاعبة لفرق كبيرة مثل كون وبروسيا دورتمونت وفرق كبيرة فاعتقد كان من الصعب ان نفكر في ذلك ولكن ساعدناه بكل تأكيد في ان يحافظ عن نفسه بدنيا ويقوم بالتدريب معنا